أعلنت الأمم المتحدة أن عشرات الآلاف من الروهينجيين فروا إلى بنجلاديش منذ نهاية شارق أب أغسطس بسبب جرائم ضد الإنسانية التي تقوم بها سلطاته في ميانمار ضد الأقلية المسلمة المتحدثة باسم المفوضية العليا للاجئين تابعة للأمم المتحدة أعلنت أن نحو 270 ألف لاجئ معظمهم من الروهينجا فروا من أعمال العنف في ولاية راخين غربي ميانمار ودخلوا بنجلاديش منذ الخامس والعشرين من أب أغسطس وأعلنت ماليزيا والطايلنس تعدادهما لاستضافة الفرين من العنف في بورما وقال المدير العام لوكالة خفر السواحي الماليزية أن قواته لن تصد الروهينجا الهاربين من العنف من جهتها أعربت الولايات المتحدة عن قلقها حيال الأزمة في ميانمار وحضت السلطات على السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى أقليم راخين كما طالبت الحكومة الكندية المجتمع الدولي بالتحرك لوقف المجازر والانتهاكات في أقليم أراكان هذا ويحول التضييق الذي تمارسه حكومة ميانمار على دخول المحققين ووسائل الإعلام دون الوقوف على حجم ضحايا الروهينجا لكن ناشطين حقوقيين قالوا إنهم رصدوا 7354 قتيلا إضافة إلى 6541 جريحا منذ بداية حملة الإبادة الأخيرة